هل في زفرة لهيك شاب سوري حن أرضا بعد أن نشاهد هذا التقرير حول معاناة اللاجئين السوريين لا تنتهي على عتبات دول الجوار بل قد تمتد ربما إلى دول أخرى كأمريكا في هذا التقرير صلت ضوء على حالة لباحث سوري تقطعت به السبل وترك كل شيء وراءه ليدخل في نفق الأوراق والمعاملات والروتين اليومي في بلاد الاغتراب باسيليوس زينو باحث سوري في علم الآثار قدته الحرب في سوريا إلى أمريكا باسيليوس والذي عمل باحثا في الحضارات القديمة كان على وشك إنهاء رسالة الدكتوراه وجد نفسه أخيرا أمام واقع جديد فرضته عليه الأحداث المتسارعة في سوريا تقطعت أن البلد خلاص انتهت فرحت على بيروت فورا أخذ تاكسي طلاب ورحت على بيروت ومن بيروت وسط لأسطنبول بعدين الولايات المتحدة هلأ أول موسط لهن كان كثير بالنسبة لتحدي وكان في شيء اللي كنت شوف حالي يعني بالأوراق اللي جيت ما بتسمح لي اشتغل ما بتسمح لي أعمل شيء ما فيه أي شيء أوضاع لا تكاد تخلو من فوضى فرضها الحال وصعوبة الإجراءات القانونية للدول المستقبلة فتشير آخر الإحصاءات أن الولايات المتحدة استقبلت 31 لاجئا سوريا بشكل رسمي منذ بداية الأزمة ومنحت صفة الحماية المؤقتة لألاف كانوا قد وصلوا إلى الأراضي الأمريكية بدواعي التحصيل العلمي أو السياحة الطبية وغيرها فأمنت لهم ملاذا آمنا إلى حين انتهاء الحرب المستعرة في سوريا لا تقدم الدعم المادي والمعنى والكافي للاجئين ليتمكنوا من الانخراط سريعا والعمل في داخل الولايات ومن المعلوم فإن الولايات المتحدة لا تقدم أي مميزات للاجئ ناهيك عن طول المدة التي يجب على اللاجئ انتظارها قبل أن يحصل على الإقامة